في ليلة القدر اقرأ هذه الصورة توراكب المعجزات والرزق الحلال ينهال عليك طوال العام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا رب ارزق كل من فتح هذا المقطع وقال امين اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب اللهم حقك امانيه اللهم اجبر بخاطره اللهم سخر له بركات السماوات والارض وسخر له ملكوت السماوات والارض وسخر له ملائكة السماوات وجنود الارض واعف عنه يا رب وفرج همه واجدي دينه وسهل له اموره وسعده في الدنيا والاخرة يا رب العالمين هو وكل من قال امين يا ارحم الراحمين مشاهدين الكرام في ليلة القدر التي هي خير من الف شهر وقبل انتهاء شهر رمضان المبارك وفعل هذه الفائدة وهي قراءة صورة مع هذا الدعاء تتحقق لك كل الامنيات راقب الفرج والرزق الحلال ينهال عليك طوال العام وحتى رمضان القادم كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى واعلم اخي الكريم بانك ادروي عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم وما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكثر الدعاء في الرخاء او كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك اخوات الكرام في هذه الحلقة الطيبة المباركة احب ان اذكر نفسي واذكركم بان تبدأوا بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وان تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد ما شيء وبأي صيغة تحبها وافضل الصيغة يا الصلاة الابراهيمية التي تقول في التشاهد بأي عدد تريد ثم بعدها وانت طاهر الثياب والبدن ومتوضئ وتحسن الوضوء ويا حبزة ان تصلي قيام الليل ثم بعدها تقرأ صورة القدر تقرأها ثلاث مرات ثم بعدها ردد اسم الله تعالى القادر تقول يا قادر تسعة وتسعون مرة بعدد اسماء الله الحسنة ثم بعدها تقول يا رزاق بعدد تسعة وتسعين مرة بعدد اسماء الله الحسنة ثم بعدها تختم بهذه الأدعية وهذه أفضل الأدعية مأثورة التي نرددها في ليلة القدر الطيبة المباركة ونودع بها شهر رمضان ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم فاحذر أن يفوتك أي دقيقة من هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى وبعد أن تنتهي منها لا تبخل بها على من تحب فشارك معهم هذه الحلقة حتى يعم الخير بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن قبل أن نردد هذه الأدعية أطلب من حضراتكم أن تعطروا التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن لا تبخلوا علينا بعمل إعجاب لهذا المقطع والاشتراك في القناة وهو لن يكلفك أي شيء ولكنه يعني لنا الدعم الكبير وحتى نصل لأكبر عدد من المسلمين فتؤجر وتعم الفائدة إن شاء الله أما بعد مشاهدين الكرام فقد جمعنا لحضراتكم أفضل الأدعية المأثورة التي اخترناها لكم لنرددها سويا في ليلة القدر الطيبة المباركة لعل الله تعالى يتقبل منا ومنكم ولعلها تصادف ساعة استجابة إن شاء الله فإني داع فأمنوا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنها اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما كصمت واختم لنا في قضاءك خير ما ختمت واختم لنا سعادة في من ختمت اللهم اجعل أسماءنا فيها من السعداء وأرواحنا مع الشهداء يا أرحم الراحمين يا الله اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بزنب مخفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم اللهم ارزقنا فضلك يا مليلة القدر وبدل أحوالنا فيها من العسر إلى اليسر واقبل أعذارنا وحط عنا الذنوب والأوذار يا رؤوفا بعباديه الصالحين إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك اللهم ما كصمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه وأوفر الحظ والنصيب اللهم يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر اكرمنا في هذه الليالي المباركات والطف بنا وأجرنا من النار اللهم يا الله ارزقنا فضل ليلة القدر وفضل قيام ليلة القدر اللهم اغفر لنا زنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بفضل ليلة القدر وبأسرار ليلة القدر وأنوارها وبركاتها أن تتقبل دعواتنا أن تقضي حاجتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم اعتك ركوبنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا من النار يا عزيزي يا غفار يا رب في هذه الليلة ارزقنا العمل الصالح الذي يقربنا من رحمتك واللسان الذاكر الشاكر لنعمك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا يا أرحم الراحمين ربي إنها العشر الأواخر من رمضان وفيها لا ترد الدعوات فيا ربي اشفي مرضانا وارحم موتانا وحقك أمانينا وعطقنا من النار رب إنها آخر أيام من رمضان فاكتب لنا أن نكون من الذين تعتك ركوبهم من النار وبلغنا ليلة القدر وجعلنا فيها من المطبولين يا رب العالمين اللهم إنها العشر الأواخر في رمضان وإن نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر وأن تجعلنا ممن أعتقت ركوبهم من نيرانك اللهم إنها نسألك في هذه الأيام المباركات أن لا تشمت أعداءنا بداءنا وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات ألا تشمت أعداءنا بداءنا وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا فنحن العليون وأنت المداوي أنت ثقتنا ورجاءنا اللهم اجعل حسن ظننا بك شفاءنا يا رب العالمين اللهم اجعل حسن ظننا بك شفاءنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممن نظرت إليهم فغفرت لهم اللهم اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممن نظرت إليهم فغفرت لهم ورديت عنهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة نحن ومن نحب يا عزيزي يا غفار اللهم اغفر لنا في أيام العتكة من النار ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلن به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وصلى اللهم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم تقبل الله منا ومنكم صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير